طب التوقف فجأة عن التراول الحقل دي ده ممكن يحصل ايه؟ مش يحصل ايه حاجة وهل ممكن ده يترتب عزياني في الوزن هيرجع شهاية تفتح تاني هيرجع للوزن تاني هيرجع للوزن تاني والسكر ممكن ما تزبطش لو مريض سكر طب لو عايز يثبت وزن بعد ما خاصت يرجع للجرعة اللي خالص يستمر عليها اول جرعة مثلا فترة طول عمره لا هي ما بتمشيش كده اولا لازم يبقى معا دكتور يعني بيروح لدكتور وبيعمل فحوصات بشكل دولي هل انا عملت النهاردة تحليل السكر وليقته كويس اقول انا هفضل كده عليه طول العمر لا انا بحلل السكر فيه سكر تراكمي ثلاث أسابيع ده واسمه حاجة اسمه فراكتوز أمين فيه سكر تراكمي ثلاث شهور اللي هو السكر الجلايكيتد اللي احنا عارفينه فيه حاجة اسمه زولال دقيق في البول فيه متابعة الشبكية يعني مريض السكر ده هيتابع ومريض هذا المش مريض اللي عنده السمنة وبخاذ هذه الأدوية هيتابع زيه زي بتاع السكر بعض الحاجات اللي احنا عارفين ان لها اثار جانبية يعني هنعمل صنارة عشان نتأكد ان ما جنناش حصوات مرارة لانها ممكن تبقى صامتة او بعرض مش كل حصوات المرارة لها اعراض فهي أدوية امنة لو احنا هنستخدمها للتخسيس هي من احسن أدوية التخسيس النهارد كرقم واحد في العالم بتستخدم للتخسيس لكن لازم ندرك ان فيه حاجة اسمها الكتلة السعرية يعني انا ممكن اخد حتة صغيرة مثلا من حلويات قدام فدان من الخضروات كيلو من الخضار انا هاخد نفس السعرات الحرارية ففي واحد يقولك ده بيأكل كتير بقى ما بتخنش هو بيأكل حاجات سعراتها الحرارية فاحنا الكيلو جرام اللي واحد فيه 7550 سعر حراري انا عشان اخس انا محتاج انزل ماكلش 7000 يعني انزل كيلو واحد بس لو احنا قاعدين ما بنعملش اي نشاطات جسمنا هيستالك حوالي 1500 سعر حراري لو مشيت ساعة يوميا ساعة 250 سعر حراري مش فقط الرياضة لها اهمية اخرى غير انها تنزل لي الوزن لازم تنظيم الاكل اولا اولا ففي النهاية لو انا ما زبطتش اكلي انا حتخن حتى لو باخد هذه الادوية اللي هي بتعملي سدة نفس لو باكل سكريات حتخن فانا في الاخر لازم انظم لو انا مريض سكر لازم ازبط حتى نوعية الاكل فيه حاجة اسمها جليسيميك اندكس و جليسيميك لود الجليسيميك اندكس اللي هو الاكلة اللي حكونها ترفع للسكر مرة واحدة الحقن اللي احنا بنتكلم عليها دي بتنظم ده لانها بتقلل الحركية والامتصاص وبتقلل افراز الانسولين في موجهة هذه الدواء فبتخليك ما تدي لكش المضاعفة بتاعت امتصاص السكر السريع لكن الجليسيميك لود اللي هي الكتلة السعرية السكرية اللي داخل الاكل اللي هو حتى لو فضلت في بطني بعد ساعتين حتمتص على بعضها وهو مش هيمنع امتصاصها وهينظم امتصاص فالادوية دي مزيتها انها كمان ما بترفع لكش السكر مرة واحدة لما تاكل اكلها وده جزء من المضاعفات بتاع مريض السكر اللي هو التزبزب السريع يعني ممكن يبقى سكر التراكمي كويس وعندي تزبزب في السكر فيجيلي مضاعفات السكر مس فقط بس السكر يعني